بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعده فأهلا ومرحبا بكم في الفصل الثاني في الواحد والكثير أو الوحدة والكثرة من شرح الميبذ على هداية الحكمة للحكيم الأبهري بداية أعتدر منكم على الإطالة من درس إلى درس ومن لقاء إلى لقاء هذا لأنني ذكرت في المقدمة أنني غير ملتزم بوقت معين إنما أنا ملتزم بأشياء أخرى لهذا لهذا يعني أنا مضطر إلى الانتظار كثيرا وبارك الله فيكم على صبركم إن كان هناك من ينشاهد أصلا هذه المقاطع درس اليوم بإذن الله تعالى نتكلم فيه عن الواحد والكثير وهو نحن في الفصل الثاني الفصل الثاني في الواحد والكثير جيد ما هي محاور هذا الدرس طيب هناك ثلاثة محاور رئيسية المحور الأول سنتحدث عن تعريف الوحدة والكثرة المحور الثاني سنتكلم في الواحد سنتكلم عن الواحد والمحور الثالث الكلام على الكثير وهذا الثاني يتفرع منه فرعان الكلام في الواحد سنتكلم في الواحد الغير حقيقي ثم سنتكلم عن الواحد الحقيقي هذا هو درس اليوم فلنبدأ بعون الله تعالى في أول محور وهو تعريف الواحد والكثير تعريف الواحدة والكثرة طيب تعريف الواحدة والكثرة نقرأ هنا في شرح حداية الحكمة للميذري يقول أما الواحد فيقال على ما لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد الواحد ما هو تعريف الواحد الواحد يقال على ما لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد هذا تعريف المصنف نكتب هذا التعريف ونشرحه إذن ما هو الواحد الواحد هو ما يقال على ما لا ينقسم لكن لا في المطلق قالوا لابد أن نضع قيدا هنا وهو من جهة أنه أو من جهة هو ما يقال على ما لا ينقسم من جهة أنه واحد طيب السؤال الآن لماذا وضع لماذا وضع المصنف هذا القيد وضع المصنف هذا القيد لأن عندما نقول الواحد يقال على ما لا ينقسم فقط فهذا يشمل الواحد الحقيقي الواحد الحقيقي هو الذي لا ينقسم أما ولكننا عندنا الواحد الحقيقي والواحد الغير حقيقي فكان لابد من وضع قيد حتى يندرج الواحد الغير حقيقي في التعريف لأن الواحد الغير حقيقي لا يصدق عليه أنه لا ينقسم في المطلق لا الواحد الغير حقيقي كما سنعرف لاحقا ينقسم من بعض الوجوه فعندما لا تضع القيد لا يندرج الواحد الغير حقيقي في التعريف فكان لابد من وجود قيد به يندرج الواحد الغير حقيقي لكن ورد إشكال هنا قال أنت تعرف الواحد صحيح نعم ولكنك استخدمت في التعريف أنه واحد وتعريف الشيء بنفسي هذا دور فلابد من حل هذا الإشكال لذلك قال قال كل من الميبذ ومولانا زادة في شرحهما وكذلك مل صدر الشرازي قالوا لا لا نقول من جهة أنه واحد بل نقول بل نقول هو ما يقال على ما لا ينقسم من من حيث إنه لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم لكن جاء جاء عبد الحق الخير أبادي في شرحه عندما نقرأ في شرحه على هداية الحكمة فيقول الذي ذكر يعني عند الميبذ ومولانا زادة وملة صدره هذا القيد هذا القيد من حيث إنه لا ينقسم أيضا مشتمل على الدور لأن الانقسام المأخوذ فيه هذا معناه أو هذا ما يلزم عن الواحد فهذا تعريف يشتمل على الدور ولذلك خرج ولذلك ذكر عبد الحق الخير أبادي وكذلك ملة صدر الشرازي ذكروا أو ذكر هما الاثنين يعني أن تعريف الواحد والكثير هذا تعريف بديهي ما معنى تعريف بديهي يعني أن تصور الواحدة والكثرة بديهي حاصل في العقل بلا احتياج وسط أي بلا احتياج حد أو تعريف لأنهما من المعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الثانية الفلسفية لا تحد ليس لها جنس وفصل أصلا لأنها معقولات ثانية وإن لم تعرفوا ما معنى كلمة معقول ثاني ومعقول أول فستجدون في هذه القناة شرحا لمعنى المعقول الأول والمعقول الثاني المعقولات الأولى والمعقولات الثانية سواء كانت فلسفية أو منطقية جيد طيب إذن تصور الوحدة والكثرة ها أصلا بديهي ولا يمكن أن يحد لا يمكن أن يعرف لماذا لا يمكن لأنهما من المعقولات الثانية الفلسفية التي هي بخلاف المفاهيم الماهوية المفاهيم الماهوية هي المعقولات الأولى التي يتعقلها الإنسان في الذهن فمثلا المفاهيم والصور الماهوية هي التي لها ما هي مثل مفهوم الإنسان نحن نعرف مفهوم الإنسان بواسطة حده يعني بواسطة أنه حيوان ناطق فالحيوان جنس والناطق فصل إلا أن الوحدة أو الكثرة يعرفها الذهن بلا واسطة لكن ما يقال في هذا التعريف أنه ليس حدا حقيقيا أو تعريفا حقيقيا بل إنه حد لذي وتعريف لفظي هذا أجود ما يقال في هذه النقطة إذن هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في تعريف الوحدة والكثرة الآن سنتكلم عن سنبدأ في الكلام عن الواحد جيد الكلام على الواحد والكلام في الواحد ينقسم إلى أولا أولا لا بد لنا أن نعرف أن الواحد قد يكون حقيقيا وقد يكون غير حقيقي يعني إذا رسمنا هنا الواحد أو أقسام الواحد أقسام الواحد فالواحد إما حقيقي أو غير حقيقي أو غير حقيقي كلامنا الآن سيكون في الواحد الغير حقيقي ما هو الواحد الغير حقيقي الواحد الغير حقيقي هو الواحد الذي فيه جهة كثرة وجهة الكثرة وجهة الكثرة هو الواحد الذي فيه أشياء متكثرة ومتعددة هذه الأشياء المتكثرة المتعددة يجمعهم شيء مشترك هذا المشترك يكون جهة وحدة هذا الكثير وإن شئت فالتقل هذا الواحد الواحد يعرض لكل شيء الواحد يعرض لنفسه فنقول وحدة وحدة واحدة نعم الواحد يعرض نفسه فنقول وحدة واحدة وعندما يعرض الواحد لنفسه فهذا يكون الواحد الحقيقي وقد يعرض الكثير فنقول كثرة واحدة كثرة واحدة وحينئذ هذا الواحد هو الواحد الغير حقيقي جيد إذن لا بد أن يكون في هذه الكثرة جهة وحدة يعني لا يمكن للواحد أن يعرض الكثير من جهة الكثرة من حيث الكثرة بل يعرض لها من جهة وحدة ما هذه الواحدة تعرض للكثير الآن سنتكلم في الواحد الغير حقيقي هذا الواحد الغير حقيقي جهة الوحدة فيه إما مقومة هناك هناك ثلاثة احتمالات جهة الواحدة إما مقومة مقومة لماذا مقومة لتلك الأشياء المتكثرة أو غير مقومة عارضة يعني محمولة عليها فعارضة لها أو لا مقومة ولا عارضة لا مقومة ولا عارضة جيد الآن هذه عندما تكون جهة الوحدة مقومة للكثرة فلدينا احتمالا إما أن تكون جهة الوحدة المقومة تمام الماهية أو لا تمام الماهية أو ليست بتمام الماهية وإن كانت تمام الماهية فهناك احتمالا إما أن تكون تمام الماهية المشتركة أو تمام الماهية المختصة مختصة فإن كانت تمام الماهية المشتركة فهو الواحد بالجنس الواحد بالجنس مثل الإنسان والفرس المتحدين في ماذا المتحدين في الحيوانية في الجنس وإن كانت تماما ما هي المختصة فهو الواحد بالنوع مثل زيد وعمر المشتركين في النوع في الإنسانية في تمام الماهية المختصة بزيد وعمر وإن لم تكن تماما الماهية هنا فهو الواحد بالفصل المقوم الذي ليس بتمام ما هي فهو الواحد بالفصل الواحد بالفصل مثل زيد وعمر المشتركين مثل زيد وعمر المشتركين في الله في الناطقية في الناطقية لأن زيد ماذا حيوان ناطق وعمر حيوان ناطق تمام ما هي المختصة لكن الاشتراك هنا بينهما ليس في تمام الماهية المختصة بل نعم هم مشتركون في تمام الماهية المختصة ولكن عندما ننظر إلى جهة أخرى جهة مقومة ليست بتمام الماهية فننظر فيكون الجهة هي الواحد بالفصل الجهة والفصل جيد فهذا إن كانت جهة الوحدة مقومة طيب إن لم تكن جهة الوحدة مقومة فستكون محمولة مثلا أو لا مقومة ولا محمولة عندما تكون عارضة محمولة فهناك فهناك حالة إما إما جهة الوحدة محموليتها على موضوع واحد بمعنى عندما نقول مثلا الكاتب والضاحك عندما نقول الكاتب والضاحك فنقول الإنسان كاتب وضاحك وضاحك جيد عندما تقول الإنسان كاتب وضاحك فبين المحمولين هنا جهة وحدة وهو موضوع واحد فهما فهما محمولان على موضوع واحد في هذه الحالة يسمى الواحد بالموضوع الواحد بالموضوع ولدينا في الطرف الآخر الواحد والمحمول مثل ماذا مثل القطن القطن أبيض ونقول الثلج أبيض فبين القطن والثلج جهة وحدة وهو محمولهما هما واحد بالمحمول هذا إن كانت جهة الوحدة عارضة طيب إن كانت جهة الوحدة لا مقومة ولا عارضة فهذا يضربون له مثال ويقولون انظر هو الواحد الواحد بماذا هنا في الكتاب ذكر أنه الواحد بالتعلق أظن أنها عبارة مولانا زادة وفي حكمة العين وكذلك في عبارة الميبذ أظن قال هو الواحد بالعرض هو الواحد بالعرض طيب أعطنا مثال هذا مثل الاتحاد في النسبة بين نسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة نسبة النفس إلى البدن نحن ندرس في علم المقولات أن النفس مدبرة للبدن النفس مدبرة للبدن تتعلق بالبدن تعلق التدبير لا تعلق التأثير جيد كذلك الملك بالنسبة للمدينة الملك مدبر للمدينة وليس له سلطان على المدن الأخرى ليدبر شؤونها فهنا عندما نقول التدبير فهذا التدبير حدث هنا اتحاد في النسبة بين نسبة النفس إلى البدن وهي التدبير ونسبة الملك إلى المدينة في التدبير فجهة الوحدة في النسبتين هو التدبير وهذه الجهة ليست مقومة وليست بعارضة هذا تمام الكلام في الواحد الغير حقيقي جيد انتهينا من الكلام عن الواحد الغير حقيقي الآن سنبدأ في الكلام عن الواحد الحقيقي طيب نقوم بمسح هذه الأشياء طيب الآن الواحد الغير حقيقي عفوا الواحد الحقيقي أولا ما هو الواحد الحقيقي الواحد الحقيقي هو ما تكون جهة الوحدة فيه نفس ذاته ما تكون نعم ما تكون جهة الواحد فيه نفس ذاته ممتاز الآن هذا الواحد الحقيقي ينقسم على قسمين ينقسم على قسمين هذا الواحد الحقيقي إما لا ينقسم في الخارج أصلا لا ينقسم في الخارج أو ينقسم ينقسم في الخارج وهذا الأخير الذي ينقسم على قسمين أيضا فهو إما هذا الذي ينقسم إما منقسم بالفعل أو غير منقسم بالفعل الذي هو منقسم بالفعل هو منقسم بالقوة طيب المنقسم بالفعل أجزاؤه المنقسم تكون تكون غير متشابهة تكون مختلفة في الحقيقة في المهية هذا المنقسم بالفعل الأجزاء المنقسمة لا بد أن تكون مختلفة حينها يسمى هذا بالواحد بالتركيب وقد سماها شارح حكمة العين العلامة محمد بن مبارك شاه البخاري الواحد بالاجتماع غير غير واحد سماها الواحد بالاجتماع فقد نسميها هكذا أو نسميها هكذا مثل ماذا كالبدن بدن الإنسان بدن الإنسان هو واحد بالاجتماع فهو بدن واحد ولكنه منقسم بالفعل إلى أعضاء فلدينا اليدين ولدينا اليدان والعينان والأعضاء الداخلية وما إلى ذلك فهذا التركيب الذي في بدن الإنسان اجتمع و يسمى الواحد بالتركيب الواحد بالاجتماع جيد طيب الآن المنقسم بالقوة لا بد انظر إذا كان المنقسم بالفعل أجزاء المنقسمة مختلفة في الحقيقة فلا بد أن يكون المنقسم بالقوة متصلا جيد وعندما ينقسم عندما ينقسم تكون أجزاؤه منقسمة الأجزاء المنقسمة ما بها متشابهة في الحقيقة متشابهة في الماهية هذا ضروري هذا مختلف كما بينا حقيقة اليد غير حقيقة القدم وحقيقة القدم غير حقيقة البنكرياس مثلا فاجتمعت هذه الاختلافات في الماهية وكونت لنا واحدا بالاجتماع وهو بدن الإنسان أما المنقسم بالقوة فهذا متصل في حقيقة أمره وعند الانقسام هذا المتصل ينقسم إلى أجزاء هذه الأجزاء المنقسمة تكون متشابهة في الحقيقة وفي الماهية فهذا يسمى بماذا الواحد بالاتصال لأنه متصل أصلا الواحد بالاتصال هذا الواحد بالاتصال قد يقبل الانقسام لذاته أو لغيره ماذا تعني يقبل الانقسام لذاته يقبل الانقسام لذاته بمعنى أن لذاته بمعنى أنه لذاته يقبل الانقسام إن كان هذا يقبل الانقسام لذاته فهذا هو المقدار وإن كان يقبل الانقسام لغيره فهذا مثل الجسم البسيط لابد أن يكون بسيطا لأن هذا البدن جسم مركب لكن هنا لابد أن يكون جسما بسيطا مثل الجسم البسيط يعني مثل ماذا الجسم البسيط مثل المياه المياه تنقسم إلى أجزاء متشابهة بالحقيقة جيد ولكن قبول انقسام المياه ليست لحقيقة المياه بل بواسطة وهو يكون بواسطة المقدار القائم بالماء هذا عرض يقوم بالماء فهذا هو يسمى الواحد بالاتصال الآن الواحد بالاجتماع والواحد بالاتصال هذان الاثنان إن إن حصل لهما إن حصل لهما جميع ما يمكن فهو الواحد بالتمام فهو الواحد بالتمام والواحد بالتمام على ثلاثة أقسام إما وضعي يعني تواضع الناس على شيء ما مثل الدرهم الواحد فقد تواضع البشر على أن على كون مقدار معين هو درهم واحد وقد يكون الواحد بالتمام هذا واحد صناعي مثل البيت مثل البيت البيت الواحد أو طبيعي مثل الإنسان هذا إن كان الإنسان لم يفقد عضوا في جسده كيد مثلا أو رجل أو هكذا فحينها يكون الإنسان واحدا بالتمام جيد وإن لم يقل واحدا بالتمام فهو الكثير فهو هناك كثرة جيد فحصلت هنا الكثرة طيب هذا 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 الذي تحدثنا عنه هو القسم الأول في الواحد الحقيقي نحن نتكلم عن الواحد الحقيقي الذي ينقسم في الخارج طيب ماذا إن كان لا ينقسم في الخارج أصلا لا ينقسم في الخارج هذا الذي لا ينقسم في الخارج لا ينقسم في الخارج سماه أنظر نحن هذه القسمة هي القسمة المشهورة بين الفلاسفة لكن الذي عليه الماتن أن الواحد الحقيقي هو الذي لا ينقسم في الخارج لكن العلماء اصطلحوا على أن الواحد الحقيقي هو الذي قد لا ينقسم في الخارج وقد ينقسم في الخارج الأبهري يقول أن هذا هو الواحد الحقيقي فالواحد الحقيقي عند الماتن هو الذي لا ينقسم في الخارج وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح نعم الأولى بالوحدة هو الذي لا ينقسم أصلا صحيح لكن هكذا اصطلاح الفلاسفة هذا الذي لا ينقسم في الخارج يكون على قسمين إما له مفهوم آخر له مفهوم وراء مفهوم الوحدة أو ليس له مفهوم وراء مفهوم الوحدة إن كان له مفهوم وراء مفهوم الوحدة أولا لنقول نعم ليس له مفهوم وراء مفهوم الوحدة إن كان ليس له مفهوم وراء مفهوم الوحدة فهي نفس الوحدة وإن كان له مفهوم وراء مفهوم الوحدة فإما أن يكون هذا المفهوم هو الوضع يعني قبول الإشارة الحسية فإن كان هو الوضع فهذه هي النقطة لأن النقطة تقبل الإشارة الحسية أو هذا المفهوم ليس دا وضع ليس دا وضع فهو المفارق المفارق مثل ماذا؟ المفارق يكون مثل النفس والعقل النفوس والعقول المفارقة فهي واحدة لا تنقسم بحسب الخارج ولها مفهوم وراء مفهوم الوحدة وهذا المفهوم هو ليس الوضع هذا تمام الكلام في النقطة الثانية الكلام على الواحد الكلام على الواحد أما الكلام على الكثير فهو ليس بكثير الكثير في نهاية الأمر هو الذي يقابل الواحد يقابل الواحد بماذا؟ بأحد هذه المعاني يقابل الواحد الآن نحن في الكلام على الكثير الكثير هو الذي يقابل الواحد بأحد هذه المعاني التي ذكرت يعني على سبيل المثال هناك الواحد بالجنس فهناك الكثير بالجنس الواحد بالجنس هو المتحد في الجنسية الكثير بالجنس هو الأشياء المتعددة التي لا تندرج تحت جنس واحد نحن لدينا واحد بالفصل كذلك لدينا كثير بالفصل لدينا واحد بالموضوع لدينا كثير بالموضوع الذي هو الأشياء الغير محمولة على موضوع واحد والكثير بالعدد وما إلى ذلك يعني لكل واحد من أقسام الواحد يقابله الكثير يقابله الكثير فالواحد يقابل الكثير ولما ذكرنا الآن أن الواحد يقابل الكثير فيتساءل الطالب ما هو مفهوم التقابل إن كان الواحد يقابل الكثير فما هو مفهوم التقابل وعندما تساءل الطالب ما هو مفهوم التقابل أورد المصنف هداية لتحقيق التقابل يوضح فيه ما هو التقابل وما حقيقة التقابل وما هي أقسام التقابل يأتي هذا في الدرس القادم نقرأ الآن هذا القدر من شرح الميبدي يقول أما الواحد فيقال على ما لا ينقسم من الجهة التي يقال إنه واحد ثم قال المناسب أن يقال ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم لماذا المناسب حتى لا يلزم الدور وهو قد لا يكون واحدا بالشخص يعني قد يكون واحدا متكثرا ولا محالة تكون أمورا متكثرة لها جهة وحدة فهي يعني هذه الجهة إما مقومة لتلك الأمور أي لتلك الأمور المتكثرة أو عارضة لها أي خارج عنها محمول عليها أو لا مقومة ولا عارضة والأول أي المقوم قد يكون بالجنس أي واحدا بالجنس كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية وقد يكون بالفصل أي واحدا بالفصل أو بالنوع كزيد وعمر المتحدين في الناطق أو المتحدين بالناطق والإنسان الناطق هذا للواحد بالفصل والإنسان هو الواحد بالنوع والثاني قد يكون بالمحمول أي الثاني الذي هو عارض للأمور المتكثرة أو خارج محمول قد يكون بالمحمول أي واحدا بالمحمول إن كانت جهة الوحدة محمولا بالطبع على تلك الأمور كالقطن والسلج المحمول عليهم الأبيض يعني تقول القطن الأبيض والسلج الأبيض فبين القطن والسلج كما ذكرنا جهة وحدة وهو الواحد المحمول وهو الأبيض وقد يكون بالموضوع أي واحدا بالموضوع إن كانت جهة الوحدة موضوعا بالطبع لها كالكاتب والضاحك المحمولين على الإنسان العارض لهما لخروجه عنهما وإمكان حمله عليهما والثالث الذي هو لا مقوم ولا عارض والثالث كنسبة النفس إلى البدن ونسبة الملك إلى المدينة فإن للنفس تعلقا خاصا بالبدن بحسبه تتمكن من تدبيره والتصرف فيه دون غيره من الأبدان وكذل الملك تعلقا خاصا بمدينة وبحسب ذلك يدبرها ويتصرف فيها دون غيرها من المدائن فهذان التعلقان نسبتان متحدتان في التدبير الذي ليس مقوما ولا عارضا لشيء منهما بل هو عارض للنفس والملك هو لم يذكر ما اسم هذا الواحد ذكرناه واحد بالعرض أو واحد بالتعلق وقد يكون واحدا بالعدد أي بالشخص كزيد وهو قد يكون غير حقيقي هنا الآن يتكلم الميبذ باستلاح المصنف وهو قد يكون غير حقيقي أي قابلا للقسمة الذي يقبل القسمة وحينئذ قد يكون واحدا بالاتصال وهو الذي ينقسم بالقوة إلى أجزاء متشابهة في الحقيقة كالماء وقد يقال الواحد بالاتصال لمقدارين متلاقيين عند حد مشترك بينهما كالخطين المحيطين بالزاوية وقد يقال أيضا لجسمين يلزم من حركة كل واحد منهما حركة الآخر وقد يكون بالتركيب وهو الذي له كثرة بالفعل كالبيت وقد يكون حقيقيا هذا استلاح المصنف وهو الذي لا ينقسم أصلا كالنقطة والمفارق وأما الكثير كلامه في الكثير بسيط جدا وأما الكثير فهو الذي يقابل الواحد أي ما ينقسم من حيث إنه منقسم ثم قال المصنف هداية يأتي هذا في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونذهب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته